منتخب مصر اللي خلاص زي ما كنت بقول لحضراتكو من شوية نحن هنلعب بكرة مع الأردن في دور التاني من بطولة كياسة العرب المقامة في الدوحة مباراة بين الشقيقين ولكنها مهمة جدا لأنه لا بديل عن الفوز أمام كلا الفريقين للتأهل لدور الأربعة قبل ما نتكلم عن تفاصيل مباراة الغد كان مبارح يمكن في تساعة مع دين عبد الكريم عرضنا تغريدة الناقد الرياضي عمر البنوني واللي طالب فيها بتكريم اسم الجنرال وبالمناسبة عامل كتاب اسمه الجنرال الكرة المصرية كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه على ها مش طبعا المباراة التغريدة دي اتفعل معاها سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم لأنه طبعا نحن عارفين ان كابتن محمود الجهري كان بيدرب المنتخب الأردني لفترة من الفترات وكان ليه إنجازات كبيرة جدا مع المنتخب الأردني وبرضو كان ليه إنجازات كبيرة جدا مع المنتخب المصري فكانت التويتة دي كان بيطالب فيها بتكريم الكابتن محمود الجهري وتفاعل معها دلوقتي عرفنا من زملنا عمر البنوبي أنه بالفعل تم التواصل بين الاتحادين المصري والأردني وإن الأمير علي شخصيا تواصل مع الفيفا وتم الترتيب لتنظيم تكريم الكابتن الجهري على هامش هذه المباراة طبعا لفتة طيبة من زملنا الكاتب الصحفي وكمان من سمو الأمير علي احنا طبعا بنشكره على التدخل السريع والعاجل لاتصال بين الاتحادين المصري والأردني والحصول على الموافقة وطبعا خاطب الفيفا زي ما نقوله حضراتكم وبكرة إن شاء الله يتم تكريم الكابتن محمود الجهري على إنجازاته مع المنتخبين المصري والأردني